حقول الغاز الوطن اللي جزء منها من حقول الغاز طلعنا غاز من حلفاية شغلنا ميسان الاستثماري والغازي وطني طلعنا غاز من عكاس شغلنا محطة عكاس طبعا هذا كان هنحكي عن مشاريع كانت من 2011 من دثرة بالتالي الآن تم تشغيله هتكلم على انشاء محطات تعمل على الغاز المصاحب هذا اللي ده يحترق منه اله ده ننصب محطات تعمل على الغاز المصاحب وده نعمل على تدوير النفايات لانتاز الطاقة مع امارة بغداد وهيئة الاستثمار وده نعمل على استغلال طاقة الرياح بمنطقة الشهابة بمحافظة واصل هذا كله ده يسر ديتم نفس الوقت هذا كله ده يجري العمل عليه بالتساوي يعني بالتساوي طيب هذي الخطوات ليش قلت لك خطوات جدي هذي الخطوات لو كانت لو فكرت بها الحكومات السابقة لما مرينا بمشكلة الكهرباء كان هسا هذي كلها منجزة طبعا الجزء الرئيسي او المعوق الرئيسي اللي يعني يعثر ملف الكهرباء او يراجع ساعات تجهيزة مش شح الغاز المورد وللآن احنا دان مربي ان العام للأسف احنا الآن خسران الـ 4200 ميجاواط بسبب انحصار اطلاقات الغاز المورد من الجانب الايران هذي نقطة تحتاج التوضيح دائما لان حضرتك بنفس المكان هناك كنت حضرتك ضيفة بالبرنامج وتحدثنا عن الخطوة المهمة اللي قام بها رئيس الوزراء في موضوع مقايضة النفط الاسم بالغاز اه تمام شو اللي صار بحيث انحصرت الـ اه يخلينا اشير لك خلي اشير لك شقد اريد بهذا التوقيت غاز احنا الآن ترى دروة احمال شتوية صح اتجول شوية مساعدنا نعم والحمد لله اكو سيطرة على الاحمال بهذا التوقيت من العام الماضي كان تجهيزنا خمس ساعات بهذا التوقيت الآن الآن 16 ساعة تمام استاذ قل لي انت بسيطر على وضع المنظومة ايه مع الشح الغاز بسيطر بس انا اريد اقدم هاجس الحكومة لأ واش يقول لي شونا اللي سبب صار عندنا شح واند اقول لك كان عملي الوزارة وعملي الحكومة ان المفروض احنا نقدم 24 ساعة زين وچنا وصلنا للـ 23 ليش رجعنا اليوم للـ 16 ساعة من الممكن احنا مسيطرين على الاحمال شح الغاز اللي توقف عن بغداد والمناطق الوسطى بالكامل وتم تقليل عن المنطقة الجنوبية الى 10 مليون اش قد انت تريد بهذا التوقيت تريد 50 مليون الآن الغاز الغاز 13 اللي واصل مما يعني مني افقد الغاز رح تتحدد احمال الوحدات التوليدية واقع ستقل لي ليش متشغله عن النفط الاسود مو ليش متشغله عن لا انا اريد اعرف اولا ليش صار عندنا نقص اعمال صيانة عند الجانب الايراني جانب الايراني ابرقنا قال عندنا اعمال صيانة على الانبيب الغاز الناقلة الكم نعم داخل الجمهورية الاسلامية في ايران تمام سبالتالي احنا يعني عندما تنتهي الصيانة يفترض يرجع تجهيز الغاز يعني ما عندنا قاس دي مشكلة بموضوع التمويل والفلوس وغيرها مثل قبل لا يفترض ان الحكومة وضعت يعني حلول لهذا الموضوع اللي هو مقايلة النفط هذا مستمر وماشي الموضوع مستمر بس هو صح جوز ما يست كل كل الغاز المتوح نعم لكن يقدم حلول طبعا احنا الاكثر من ذلك ذهبنا بتنويع مصادر الغاز